أسعد الله وقاتكم يا أخواني أخواتي المشاهدين والمشاهدات ونص الله سبحانه وتعالى لنا ولكم قبول الأعمال عنده جل في علا أيها الأحب الكرام من الأمور المهمة التي لابد أن يحرس عليها المسلم في رمضان هي مسألة تعلم العلم والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتاب الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فرصة في رمضان أن تشهد مجالس الذكر هذه المجالس الطيبة التي تستفيد منها وتحصل عليه الأجر والمثوبة وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها وعظم أجرها يقول النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت لا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وهؤلاء القوم هم القوم الذي لا يشقى بهم جليسهم ففرصة في رمضان أن تحرص على أن تحضر مجالس الذكر تتعلم العلم النافع الذي يؤدي بذلك إلى العمل الصالح ففرصة أن تزيد من معرفتك بأمور العقيدة أمور الفقه أمور التفسير السيرة إلى غيرية من هذه الأمور لأنه للأسف الشديد نجد البعض يبلغ الأعمار الطويلة ولكن للأسف الشديد يعني معلوماته تكون ضحلة خصوصا في الأمور التي تمس الأمور الدينية ولذلك نجد أن كثير من الصائم يسألون مسائل متكررة في كل عام السبب في ذلك هو الجهل وعدم طلب العلم الشرعي ففرصة في رمضان أن نحرص على مجالس الذكر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته